من الوصفات اللي انا بحبها سهلة واقتصادية ما بتاخدش وقت في التحضير وكمان من نص كيلو بنيه بنعمل وليمة تعالي يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونده كده مع بعض ونشوف طريقتنا ويارب التالي بتاعتي تعجبكم اول حاجة معايا نص كيلو بنيه جبت البنيه غسلته كويس جدا وصفيته وبعد كده هقطع مكعبات صغيرة بالشكل ده بعد كده جدت الكبة ورح تجيه حط فيها البنيه وهضيف عليه معلقتين بقصمات ناعم بالمعلقة الكبيرة وكمان معلقتين دقيق برضو بالمعلقة الكبيرة وهنا بها ضيف الملح وبهارات الفراخ الموجودة عندك وكمان هضيف معلقة صغيرة بكم بودر تمام وكمان معانا بصلايا كنت مقطعها قطع صغيرة بالشكل ده بصلايا كبيرة وقطعتها هروح جاية بقى ضربة كل الكلام ده كده كويس لغاية لما ينعم معانا تماما بالشكل ده هغطيه بكيس ستريتش وهجيه بطبق في دقيق بالشكل ده كده وتعالي بقى نشكل مع بعض البنيه هاخد قطعة كده من عجنت البنيه ورح جاية لفها على قدية نص لفه وبعد كده روح جاية حطاها في الدقيق وبطنها كويس بالدقيق كده من برا وبعد كده حطاها تنعلق داية ونعمها كويس جدا لغاية لما تنعم معانا كده بالشكل ده زي ما انت شايفها شايفها كده هعمل بقى الكمية كلها بنفس النظام عشان مش عايز طبع عليكم الفيديو كده خلصت الكمية بتاعتي كلها دخلها بقى التلاجة واسبها يعني مش لها فترة معينة في التلاجة بس لحد ما خلص الخطوة اللي بعد كده هنا طبعا خطوة اللي بعد كده معانا خضار اي خضار انت حباه يعني مش شرط نوع معين اي خضار انت عايزة تستخدمين النهاردة في الوصفة بتاعتنا هتجي بيه وتروحي جاية غسلاء وبعد كده قشريه تبدأي بالطاعيه بالشكل ده كده اي نهاردة جايبة كوسة وجايبة فلفل وجايبة بطاطس وجايبة بصل وفلفل الوان وكده يعني تمام قطعت الكوسة زي ما انت شايفها كده وكمان هقطع البطاطس برضو مكعبات والجزر ومع نفسي بقى كده قطعتنا الفلفل والبصل ومرضيتش هطول عليكم الفيديش بالشكل ده كده زي ما انت شايفها تعالي بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هنا جبت الطاصة حاطيت فيها شوية الزي الصغيرين ومع لقى الزبدة هبدأ بس اسخنهم كده على النار وبعد كده هجيب الكفتة بتاعتي وروح جاي حطها في الصينية بالشكل ده طبعا الكفتة نعايزها بس تاغد لون كده بسيط هروح جاي قلبها على الوش التاني كده تاغد هي كمان لون وبعد كده رح جاي مطلعها على طول ولو لسه في كمية تانية حماريها بنفس النظام تمام هروح جاي شايلها كده وحط الكمية التانية واخلصها وبنفس الزيت اللي كان موجود والسمنة هروح جاي حطة الخضوع بالشكل ده كده ورش عليه ملح وفلفل اسود وهديهم بس تقلتين تشويح كده على النار وهقلب كده الخضار كله مع بعضه كده على النار عالية تمام زي الفل كده خلاص بعد ما شوحتهم كده المدة يعني 3 دقايق 5 دقايق اكتر من كده اروح جاي بقى جاي بالطبق وشلت الخضار فيه وبنفس الزيت اللي كان موجود والسمنة لو نشفت منك حط شوية صغيرين جدا اه ما نشفتش خلاص بنفس اللي كان موجود حط تماية حماريها نص تحميرة وبعد كده حط عصير الطماطم ومعلق الصلصة وملح وفلفل اسود ورشة سكر عشان خاطر الصلصة ويقل بيهم وصيبها بقى لغوية لما تغلي غلويتين كده بالشكل ده كده زي ما انت شايفها كده غلية معنا اهو هعمل ايه تلوقتي بقى هشل شوية كده في الطبق اهو هقولك هنعمل بيهم ايه تمام اهو بالشكل ده وشوية اللي فضله معنا هجيب الخضاء ورح جيه حطاه تمام وكمان هضيف عليه مكعب ماجي لو مش حابه تضيفيه تمام ممكن تستغنى عنه ورح جاي مقلبهم مع بعض كده بالشكل ده وكمان هضيف عليهم كباية مية او كباية شربة الموجودة عندك وبعد كده هجيب بقى الكفتة اللي احنا حمرناها مع بعض وحطاه على الوش كده بالشكل ده وبعد كده هجيب السلصانة كوتسايبها على جنبي في الطبق وحطاه على الوش وبس كده واسيبها على النار بقى لغاية لما تغلي معايا كده بعد كده بقى تغطيها بغطى او بورق الامونيا اي حاجة واسيبيها على النار من فوق هتستوي معاك مش هتاخد وقت فربع الساعة كل مستوية عايزت داخلها الفرن تمام داخلها الفرن و هتستوي برضو معاك على طول سواء كده او كده كانت رحيتها حلوة جدا جدا والخضار طعم و جميل مع الفراغ كده حاجة كده ما شاء الله وبصي وشكلها جميل جدا جدا ان شاء الله هتجربوها بجد و هتعجبكم جدا جدا سهلة وبسيطة واقتصادية كمان وما خدتش وقت نص كيلو بنيه عملنا ما شاء الله الصينية دي كلها شايف الجمال والحلوة ورحتها كانت حلوة جدا جدا اهو زي ما انت شايفها هتعملي بقى جنبا شوية رز و شوية سلطة حاجة كده بسيطة واقتصادية يا رب اتجربوها و تعجبكم وما تنسوش تحطيلك على الفيديو ويكتوبكم من تد حلوة وتشجعوني كذا كل مرة وربنا يا رب يجزيك كل خير ويجعله في ميزان حسناتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة